الحب بن الحب المقرب الحبيب بن الحبيب لما قال كنت ومعي رجل من الانصار في حرب وتبع رجلا فلما رأى السيف اسلم نطق الشهادتين فكفى الانصاري وقتله اسابة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبعد أن قالها يا اسامة ماذا تفعل يوم القيامة إذا جاء بلا إله إلا الله قال قالها اتقاء السيف قالها هل شققت عن قلبه الأصل في الإسلام المعامل على الظاهر هذه من أحكام الشريعة المحكمة والسيدة عايش لما قالت عن صفية إنها قصيرة قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجت كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المذنبين يراعي الحال ويراعي المقام فإذا رأى منكرا غيره بيده كما نزع الخاتم من الذهب في رؤية عبدالله بن عباس رأى أحد الصحابة فنزع الخاتم من يده وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعوها في يده فلما قيل للصحابي خده فانتفع به قال لا أخذ شيئا ألقاه رسول الله من يده سبحان الله العظيم قلنا في الحلقة الماضية من الدروس التي أقف عندها كثيرا كيف يتأثر الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتعليم وكيف ينتقل من مرحلة الفعل إلى مرحلة الفعل المخالف بعد التوبة من لابس للذهب إلى أنه لا يمسك ما ألقاه النبي من يده شكرا للمشاهدة